افتتح الشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصائي والتنمية المجتمعية يرافقه كل من سعدت خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي ورئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى وشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى فعليات مهرجان ضواحي في البطايح لتكون المحطة الثانية التي تحتضن أنشطة النسخة السابعة وسط زخم كبير من البرامج والأنشطة المختارة بغناية والتي تمتد على مدى خمسة عشر يوما ها هو مهرجان ضواحي في دورته السابعة يحل ضيفا بحديقة البطايح العامة وتكون بذلك المحطة الثانية حيث منطقة البطايح هي جدد الدورة السابعة طلق مهرجان ضواحي السابعة في مدينة البطايح اليوم هي النسخة الثانية في المنطقة الوسطى والمرة الأولى في مدينة البطايح مضمون الفعالية طابع ثقافي اجتماعي وترفيه لله الحمد كانت ثلاث عروض في الافتتاح كان الرسم على الماء ولله الحمد كان ناجحا وكان يقبال عليه مقطع النظير العرض الثاني كان عرض بالدراجات النارية والعرض الثالث هو تقديم لوحة والصرح من دار الشوان ضواحي والقرى إلى أهالي ومدينة البطايح هو سلطان القلوب وهذا صرح متميز جدا نشكر كل من لبى هذه الدعوة نتمنى أن المهرجان إعجابهم في هذا العام وعلى امتداد حديقة البطايح تتوزع الفعاليات المجتمعية والثقافية والتعليمية والترفيهية نهيك عن استراحات الأسر إلى جانب العروض المقدمة لتستهدف بذلك هذه الفعاليات بمجملها الجميع وبالتالي تتجسد رؤية المهرجان المتمثلة بتلبية رغبة الأسر المتنوعة نهيك عن إتاحة دو عائلي تزامنا والإجازة المدرسية طبعا مهرجان ضواحي البطايح يضمن عدة أمور ومفاجآت جدا طيبة والسارة للحضور تتمثل في عندك الأسر المنتجة الكثيرة والمتنوعة بمنتجاتها الطيبة بالإضافة إلى الجهات الحكومية الموجودين ما شاء الله أكثر من جهة حكومية موجودة معنا في هذا المهرجان وما يميز هذا المهرجان وجود مسرحين في نفس الحديقة مسرح خاص بالفن الإماراتي والعروض الإماراتي مع الفرقة الحربية ومسرح آخر خاص للهدايا والمسابقات اليومية تحرص دائرة شؤون الضواحي والقرى على إضافة مواقع جديدة سنويا ليقام بها المهرجان تماشيا وتوجهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس العلحاكم الشارقة في الحرص على أن تكون الأسر مترابطة وخاضرة بجميع أفرادها وتحقق في الوقت ذاته التقارب بينهم تماشيا مع رؤية حكومة الإمارات 2021 نحو مجتمع متلاحم محافظ على هويته ترجمة نانسي قنقر